وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى أهل سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار وأكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهلين في سيناء أن الدولة تبدل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية التضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير هكذا يؤكد دوماً الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر أهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضح من أجلها كل المصريين عبر التاريخ وفي شهر أبريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامناً مع ذكر انتصارات العاشر من رمضان حيث التقى مقاتل قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتل الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الإفطار وخلال كلمته في حفل الإفطار مع جنود وضباط سينا شدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستدعم وتعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر فأنا أقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وحندعمها وحنعززها أكبر صحيح مش بس هنا حتى في كل يعني في الغربية هنأمل كده وفي الجنوبية هنأمل كده فيه دور بيقوم بيه دلوقت يعني في هذا المجال لكن أنا بأكده أن إحنا كدولة هنأكد ونرسخ ومش حقولنا استعيد لأن الدور موجود لكن هنعززه أكبر من كده وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وعمار سيناء بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية حيث أكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبزل قصار جهدها لتنفيذ خطة التنمية وعشان كده لحقيقة الفكرة هنا أنه نحن النهاردة بعد بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وذلك كنتم تقولوا كده أن الإرهاب الذي كان موجود وذلك كان بيعيق الحياة ليس التنمية فقط الحياة حياة الناس لأنه لا يوجد أمان للناس لا يتعرف أن تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان الناس لا يتبقى عايشة فالحمد لله رب العالمين الذي تحقق هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل الواحد اتحلت المسألة احنا بقلنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني إحنا إحنا واحد إحنا واحد إحنا واحد مش عايزة يعني أنا ما يصحش أقول أهالي سيناء لنبقولش أهالي لقصر ولا أهالي أسوان لكن ساعت لما بيكون عندهم بنقول كده إحنا واحد إحنا مصريين ودي بلدنا ودي أرضنا نخلي بلدنا منها ونموت عاشاها فسلاما وإكراما وعرفانا واعتزازا لأهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من أجل أمن وأمان مصر